وهو جل وعلا هو الخالق عز وجل وصفاته كذاته فإذا كانت ذاته ليست مخلوقة وهذا يطرون به فكذلك صفاته بأنه لا يمكن أن تنفك الصفات عن الذات لا يمكن أن تقول إن هناك ذات مجربة عن الصفات أتحدى أن يأني شخص ويقول إن هناك شيئا هو ذات ليس له صفات كل شيء له صفات بما أنه موجود فله صفات هذا الجهاز له صف هذا المكبر له صف هذه الساعة له صف هذه المروحة له صف هذه السماعة له صف هذا الكتاب له صف ولذا ذكر شيخ الإنسان رحمه الله قاعدة في العقيدة الواسطية في من ينكر الصفات يقول القول في الصفات كالقول في الذات أنتم تقولون إن الذات موجودة فكذلك أثبتوا الصفات وإن وقعتم بالتناقض